السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم شباب ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على error boundary بس الله عن النبي عليه الصلاة والسلام عازك تتخيل معاك كده لو انت بتعمل application كبير وشايل داتا كتيرة وظهر لك فجأة error في application بتاعك من خلال error boundary هتبتدي تحدد نوع error اللي حصل في application وهتتعامل معاه ويتعرف ما كانوا فين في application تمام على سبيل المثال عندنا مثلا هنا error يا شباب بيقول لي هنا cannot set property state of undefined that type او نوع error اللي حصل فيه بيقول لي هنا ان انت ما يفعش اتعرف كويمة غير موجودة داخل الاستيت لو لاحزنا هنا في الاستيت يا شباب هلاقي هنا ان فيه كويمة مخزنينة جوه الاستيت بواسطة البروبس الكويمة دي مش متعرفة وبالتالي قال لك هنا error عبارة عن undefined لعنصر معين موجود جوه الاستيت تمام ومش بس كده حدد لك المكان بتاعه يعني لو بصينا كده على الايرور هيقول لك هنا الايرور بادئ من line 5 يعني line 5 ابتدى يقول لك ان فيه error من اول المنطقة دي اللي هي بداية initialize the state او تعريف الاستيت رسالة الايرور دي شباب راجعة من react ذات نفسها react بتشوف لو الابليكيشن بتاعك في ايرور تبتدي تظهر لك رسالة بالنوع الايرور وتقول لك مكانه في الابليكيشن بتاعك فاكرين يا شباب الفلاس كومبونت وعرفنا السينتكس بتاعه وتعملنا مع life cycle method اللي احنا بنقسمها الفيزيز داخل الفلاس كومبونت وتكلمنا على الفيزيز في life cycle method من ضمن الفيزيز شباب اللي اتكلمنا عليها هي error boundary او error handling ان انت تبتدي تهندل الارور اللي بيحصل فيه الابليكيشن بتاعك عندنا two methods شباب بنتعامل معهم عشان نهندل الارور اللي بيحصل فيه الابليكيشن اللي هي اسمها static get drive from error ويكمبونت ديت كاتش واتفقنا المثل دي بتبتدي تشتغل فيه class component ما لهاش علاقة خالص بالfunctional كومبونت طيب حلو جدا او المثل معنا شباب اللي هي اسمها static get drive from error دي مسؤولة بس عشان تظهر لك UI او نوع الارور تكتب لك رسالة كده تقول لك type بتاع الارور عبارة عن ايه ودي بتشتغل الشباب بعد ما العناصر يتعمل لها render في الصفحة يعني بعد ما العناصر يتظهر معك في الصفحة يبتدي يظهر لك وجهة او UI بتاعت الارور او نوع الارور تمام طيب حلو جدا عندنا بقى component ديت كاتش المثل ديت من خلالها بتعمل log او بتبتدي تطبع لك رسالة الارور مع شوية معلومات وتفاصيل عن الارور يقول لك الارور ده موجود في أنه component وتديك شوية تفاصيل عن مكان الارور تمام شباب طيب حلو جدا عايزين بقى مساء العملي يوضح لنا اكتر استخدام الارور boundary وازاي انا هبتدي هندل الارور في الابليكيشن هني جاءنا شباب ليه visual studio code وعايزين نعمل ابليكيشن بسيط يوضح لنا فكرة الارور boundary تمام الابليكيشن اللي احنا نعمله شباب هو عبارة عن مطجر الكتروني شايل شوية منتجات عندنا مثلا ايرور في منتج معين فعايزين نهندل الارور ده تمام طيب حلو جدا هنيجي هنا لي السورس وابتدي اعمل هنا new folder واسمي الفولدر ده مثلا components بالشكل ده عشان ابتدي اضيف جوا الـ components بتاعتي تمام طيب حلو جدا ابتدي هنا entry او الـ component معنا اللي هو عبارة عن product اكتب هنا products بالشكل ده dot gs وابتدي هنا entry الـ function او الـ component هكتب هنا rafce عشان تبتدي تكاريتلي هنا الـ function تمام لو ما تعرفش الـ extension دي اسمعها ايه هتيجي هنا عن الـ extensions وتبحث عن e7 react snippets تمام الـ extension دي بتسهل عليك كتابة الحاجات الخاصة باللغة الـ functions وتختصر عليك وقت تمام عندنا هنا الـ extension دي وتبتدي بتعمل لها install طيب حلو جدا بعد كده شباب هبتدي هنا اجي amarrer props لـ component ده تمام طيب همرر هنا باستخدام destructuring فهكتب هنا على طول product بالشكل ده ابتدي امرر المنتجات اللي انا عايز اضيفها داخل الـ component اللي اسمه products تمام طيب حلو جدا وعايز بقى اظهرها عندي هنا في return فهرجع هنا في return div واكتب هنا جوا product بالشكل ده عشان المنتج يبتدي يظهر معنا في الصفحة طيب حلو جدا هاجب بقى هنا شباب عشان اظهر product ده عندي في الصفحة ابتدي هنا ارجعه في app.js هكتب له هنا products بالشكل ده وتأكد ان انا عملت له import فو تمام طيب حلو جدا وبعد كده شباب هبتدي امرر الـ component اللي اسمه product تمام همرر هنا الـ prop اللي اسمها product تمام وعندنا مثلا المنتجات زي مثلا orange بالشكل ده وعندنا مثلا تاني منتج عبارة عن banana تمام واخر منتج مثلا عبارة عن apple تمام شباب طيب حلو جدا المنتجات دي انا عايزة اظهرها هنا في الـ component اللي اسمه product فجات لي هنا باستخدام الـ props تمام وعملت هنا بالـ destructuring عشان احصل على الـ prop مباشرة تمام طيب حلو جدا الغد دلوقتي مافيش error في الـ application بتاعنا شباب هاجي هنا في الـ component اللي اسمه products تمام واجي هنا اقول له هنا if condition تمام هقول له هنا لو الـ product اللي راجع باستخدام الـ props تمام واطبع جوه هنا رسالة error مثلا رسالة error بتقول مثلا not found بالشكل ده apples تمام ان مافيش مثلا توفح في المتجر ده تمام طيب حلو جدا بعد كده هاجي با عندي terminal وعم new terminal عشان ابتدي افتح الـ project على localhost هكتب هنا mpm start بالشكل ده واضغط enter تمام طيب حلو جدا لو جينا بصينا كده مش هنلاقي في حاجة طبعتي ليه لان هنا في error لو فتحنا هنا diff tools اللي هو ابارة عن الكونسول وجينا كده بصينا على الكونسول اللي هنا react طبع error بتقولك هنا not found apples تمام طيب حلو جدا لو لاحزنا كده يا شباب error موجود بس في منتج معين اللي هو اسمه apple تمام طيب حلو جدا لو جينا بصينا كده على الدوم مش هنلاقي فيه العناصر الباية او المنتجات الباية ظهرت معنا تمام فاحنا محتاجين نعمل حاجتين هنا شباب نعمل handle lead error نبتدي نعالج error اللي حصل ده ويدبع لنا الرسالة اللي احنا نقوله مثلا ان ما فيش تفاح ويتبتدي تظهر مثلا معنا في الدوم او في مشكلة حصلت عندك في الابليكيشن تمام طيب حلو جدا تاني حاجة شباب عايزين نعملها ان احنا نظهر باقي المنتجات تمام يعني احنا عندنا جزئية معينة في الابليكيشن هي اللي فيها error فيبتدي يتبع لي رسالة كده يبقى انت handle the error او اتعاملت مع error تمام تاني حاجة عايزين نعرض باقي المنتجات تمام طيب حلو جدا هنيجي بقى هنا شباب ابتدي هنا اضيف component خاص بحدود error اللي هو error boundary تمام هاجي هنا في components تمام واعملين هنا new file واكتب هنا error boundary بالشكل ده dotgs تمام طيب حلو جدا هبتدي استخدم هنا class component من خلال هنا snippet اللي اسمه RCC بالشكل ده طيب حلو جدا هاخد هنا export default هطه هنا تحت بالشكل ده واخد هنا copy لي اسم component بالشكل ده وكل اللي احنا عايزين نعمله هنا شباب ان احنا نعمل handle the error يعني لو في error في الابليكيشن يبتدي يظهر لنا رسالة معينة طيب حلو محتاجين بقى شباب two methods من خلالهم نبتدي نحدد اتفاقنا هنا احنا بنتعامل مع two methods او المثود معنا اللي اسمها static get drive state from error و component det catch static get drive state from error اللي هي من خلالنا ببتدي اعرض UI او وجهة error او نوع error تمام و component det catch ببتدي اعرض تفاصيل عن error تمام شباب محتاجين بقى نستخدم two methods دول هنا تمام هاجي هنا شباب وقول له هنا static بعد كده اقول له هنا get drive state from error المثود بتقبل مني ويعايزين المثود دي يا شباب بترجع لنا error اتفاقنا دي بترجع لنا UI او نوع error تمام طيب حلو جدا او تقول لي ان هنا حصل error في الابليكيشا يعني ايه الكلام ده يعني انا مثلا هاجي هنا انشئ state واتفاقنا ال state بيتم انشاؤه في constructor method تمام فهستخدم هنا snippet اللي اسمه هنا Arconist بالشكل ده عشان تبتدي تعملي initialize لل state وتبتدي هنا عبارة عن object هبتدي هنا امرر هنا property باسم هنا has error ان هنا في error في الابليكيشن بتاعك ولا لا ودي لها هنا القيمة او الافتراضية بتاعتها عبارة عن false يعني initial value بتاعتها false تمام ويعايزين بقى في المثود اللي اسمها static get drive state from error نبتدي نشغل error يبتدي يقول لي ان الابليكيشن بتاعك في error تمام طيب حلو جدا والتفاني دي يا شباب بتتنفس بعد العناصر ما هتعمل لها render في الصفحة طيب حلو جدا في return بقى هنا هبتدي هنا ارجع object اللي هي الان list عبارة عن object تمام بعد كده اقول له هنا has error وغير قيمة بتاعتها دي true تمام يبقى كده في error في الابليكيشن بتاعك طيب حلو جدا هاجب بقى هنا شباب في render تمام render method اللي هي بتبتدي من خلالها تظهر العناصر في الصفحة تمام واقول له هنا if condition تمام بالشكل ده هقول له هنا شباب this dot state بعد كده اقول له هنا has error لو في error في الابليكيشن بتاعك لو السطر ده بترو تمام يعني في error في الابليكيشن بتاعك عايزك تريتيرن هنا حاجة هتريتيرن رسالة الرسالة دي مسلا هطبعها هنا في اتش وان اقول له مثلا هنا something went wrong بالشكل ده تمام شباب يعني لو في error في الابليكيشن بتاعك اتبعني الرسالة دي كده انت عملت handle لير وتعاملت مع ال error لو في error في الابليكيشن بتاعك هيبتدي يزغير لك الرسالة دي تمام هيزغير لك في الدوم مش في الكنسول تمام طيب حلو جدا طيب لو ما فيش بقى error في الابليكيشن بتاعك ممكن انا ما عملش else وقل له هنا return على طول بالشكل ده عايزك بقى ترجعلي اللي هي موجودة داخل error boundary يعني هكتبله هنا this dot props dot children بالشكل ده ايه هم اللي children يا شباب ال error boundary حدود ال error ببتدي اراب جواهم العناصر او الابليكيشن بتاعك جواهم تمام يعني عندنا مثلا هنا كزا منتج تمام هبتدي اراب هنا المنتجات دي داخل حدود ال error هبتدي اراب جواه يعني اراب جواه يعني هبتدي اظهر العناصر ديت كلها جوا او داخل error boundary تمام طيب حلو جدا ايه هم ال children هم ال products هم العناصر ديت اللي هم جوا ال up او ال parent الكبير اللي اسمه error boundary تمام شباب يبقى تاني كده لو في error هيتبعلي الرسالة دي لو ما فيش error هيبتدي يظهرلي ال products عندي في الصفحة تمام شباب طيب حلو جدا عاملين هنا export default error boundary تمام عايزين بقى نستخدمه في ال app do js لو جيت هنا شباب وعايز بقى اعمل راب لالعناصر دي داخل error boundary فاكتب هنا error boundary بالشكل ده وتأكد ان انا عملت له import فوق تمام وابتدي راب جميع ال products عندي هنا داخل error boundary component بالشكل ده تمام شباب طيب حلو جدا عندنا هنا لو تفتكر عندنا فيه هنا error في ال apple تمام في المنتج اللي هو اسمه apple لو جينا كده بصينا على product بالشكل ده هلاقي هنا if condition بيرجع لي هنا error خاص به ال apple فالمفروض ان ما جي هنا شباب واجه بص كده هلاقيه طبعا لي هنا لو تلاحظ سيبك من الكنسول دلوقتي هتلاقي هنا فيه دوم طبعا لك هنا something went wrong يعني عندك فيه مشكلة فيه ال application بتاعك كده شباب احنا عملنا handle error تمام وظهر لنا الرسالة اللي احنا حددنا له تمام طيب حلو جدا وطبعا react لو فيه اي error في ال application بتاعك هتظهر لك الرسالة تمام طيب حلو جدا كده شباب عملنا اول جزئية نحن هندلنا error اللي فيه ال application بتاعنا طيب حلو جدا لو لاحظت كده هتلاقي فيه منتجات ما فيهاش error وهي مظهرة عندك فيه الدوم تمام فمحتاجين نعالج الجزئية ديت يعني نعرف فينا ال application او نحدد في ال application error موجود فانه جزئية بالزبط بغض النظر عن بقى المنتجات الموجودة في ال application طيب حلو جدا لو جينا بصينا هنلاقي المشكلة بس في ال apple في المنتج بتاع ال apple طيب محتاجين بقى مرر error boundary لكل منتج احنا ممررينه لكل المنتجات بالشكل ده فياجي هنا اخد دي copy وابتدى اضيف هنا بالشكل ده واخد دي برضو copy الشكل ده وابتدي هنا اعمل راب لجميع ال items او جميع ال products داخل هنا شباب تمام بالشكل ده لو لاحظنا كده عندنا هنا ال orange بعد كده ال banana بعد كده عندي هنا ال apple تمام يعني كل product هيبتدي هنا ينفز ال condition اللي احنا عاملين هنا لو هنا في error تمام هيبتدي يظهر له الرسالة دي لو ما فيش error هيبتدي يظهر لي product تمام وبنانا وعند ال apple قال لي هنا something went wrong ليه يا شباب لان هنا error موجود في ال apple فبالتالي هيظهر لك الرسالة اللي انت عملتها يباحنا عملنا حاجتين هنا شباب اول حاجة ان احنا هندلنا error وظهرنا لي user رسالة في المنتج اللي في مشكلة طبام بغض النظرة عن المنتجات الموجودة في الابليكيشن اليوزر شافها عادي ويشتغلت معا طبام طيب حلو لو جينا بصينا كده هنا error اللي موجود في react اتفقنا ال react لو في error في الابليكيشن بتاعك هتصغير لك في الكون بالشكل ده طبام طيب حلو كده شباب استخدمنا اول ميسود معنا اللي اسمع static gate drive state from error اللي بتبتدي تعرض لك نوع error عايزين نستخدم برضو component det catch نعرف هي بتعمل ايه هاجي بقى هنا شباب ل error boundary تمام واجه هنا ابتدي اقول له component det catch بالشكل ده component det catch شباب بتقبل مني هنا error وبتقبل مني info اللي هي information الخاصة بي error تمام طيب حلو جدا مثلا information الخاصة بي error تمام شباب طيب حلو لو جينا هنا بصينا على console شباب ونزلنا تحت شوية كده هلاقي هنا لو جينا بصينا كده هلاقي هنا شباب ان هنا في error في الابليكيشن ذات نفسه اللي هو ظهره لك react تمام وفي error تاني هنا ظهر لك هنا اللي احنا عملنا اتفقنا تبتدي تظهر لك الرسالة error مع information خاصة بالerror فدي رسالة error فعايزك تلاحز الفرق بين error اللي هو موجود في react هتلاقي لونه احمر تمام النمر error اللي احنا عملي ولي احنا مستخدمين في method ظهر لك بالشكل ده تمام طيب حلو قوي يبقى كده عندي الكمبون الخاصة به error عبارة عن object ده جوا method اسمها component stack component stack من خلالها بتعرف هنا error ده حصل في component تمام عندين هنا error موجود في products تمام products component وبرضو هنا كتب لك URL بتاع application ده شغال فين تمام لو جيت هنا بصيت على products هتلاقي فعلا في error ده هو اللي مسبب المشكلة هو وضحت بالنسبة لك وعاز اقول لك لو انت بتتعامل مع application كبير وفي data كتيرة تبتدي تهندل error بطريقة دية طبام عشان لو في جزئية معينة بس في application بتاعك محتاجة ان انت تعمل لها handle وتبتدي تعرض لليوزر الرسالة اللي انت عايز يشوف ها تبتدي تهندل error ده عشان الابليكيشن بتاعك كله ما يخرب ويقف منك وان شاء الله شباب مكملين في سلسلة react واسيب لك رابط في description للroadmap اللي احنا شغالين عليها اللي وضحنا في الفيديو اللي فات واشوف بخير الفيديو جاي واتنساش تشترك في الكنان ولو عجبك الفيديو دوس like والسلام عليكم